أكيد مباراة بيستنينها كلنا مباراة فارقة مين اللي قال لي هيا مش مباراة حسيمة مباراة حسيمة وحسيمة جدا كمان بيختلف مع كل الناس اللي بقولوا مش مباراة حسيمة حسيمة وحسيمة جدا وفاصلة كمان مش نهاية العالم او مش نهاية الدولي لكن مباراة حسيمة جدا لو الاهلي يركب ان شاء الله هذه المباراة وان شاء الله خدت تلات نقاط اكيد مش هينزل بسهولة اكيد كمان ازا مالك لو كسب لقدر الله يعني احنا كأهلوية بنقول لقدر الله وده طبعا حق مشروع لنا محدش يزعل مننا احنا هنا في الاهلي بنقول للاهلي يكسب اي حاجة واي حد وان شاء الله بإذن الله المكسب يكون من نصبنا ان شاء الله يوم السبت بإذن الله ونروح للنقطة 54 وان شاء الله تبقى طريقنا للدوري العام مباراة حاسمة وفارقة ومباراة مهمة جدا مباراة بنستعدلها كلنا احنا كجماهير كمان قبل اللعيبة هتخيلوا بقى اللعيبة بيستعدلها ازاي ولا صارتي اللي عمل معسكر مغلق قبل المباراة بيومين هنقول النهاردة راحوا ان شاء الله سكندرية في الطريق هم بيصلوا بالسلامة ومعسكر لغاية المباراة